بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله طيبين الطاهرين نرحب بكم الجولة الثالثة من جولات النهايات local extremum and inflection points بعد ما أخذنا بالجولتين السابقة طرق إيجاد intervals decreasing and intervals increasing and local maximum point local minimum point وكلها متعلقة بالمشتقة الأولى first derivative وانتقلنا وراها إلى طرق إيجاد intervals of concavability وهي تشمل concave up والconcave down ومن خلالها انتقلنا إلى inflection points وبعدين أخذنا طريقة فحص النقطة الحرجة باستخدام المشتقة الثانية وسألفنا عن تفاصيلها الدقيقة وبدينا بالملاحظة الرئيسية رقم واحد اللي تتحدث عن النقاط الحرجة critical point قلنا جاية من تحقق معادلة المنحني من جهة وتحقق مساواة المشتقة الأولى بالصفر من جهة أخرى قبل ما نكمل الرواية مالتنا خلينا نناقش سؤالين امتحاني هذا اليوم السؤال الأول يتحدث عن إيجاد فترات التقعر والتحدب وإيجاد نقاط الانقلاب إن وجدت لهذه الدلة وكان السؤال الثاني يتحدث عن إيجاد مناطق التزايد أو التناقص ونقاط النهاية العظمى والصغرى المحلية ونبدأ بالسؤال الأول وأريد أشوف محاولتكم في حل هذا السؤال طبعا هنا السؤال مطول نوعا ما ولكن نفس هذه الأسئلة رح تمر علينا من رح نأخذ موضوع رسم الدوال فأحتاج إلى المشتقة الأولى وأحتاج إلى المشتقة الثانية رسم الدوال لازم أمر بي ست خطوات إلى سبعة وواحد من ذن الخطوات الستة أو السبعة هي ذن الاربا وتعش نقطة يعني هنا نشتقل مشتقة الأولى ونساويها بالصفر ونكمل وبعدي نشتقل مشتقة الثانية ونساويها بالصفر ونكمل إذن أريد أسمع محاولتكم على حل هذا السؤال هو نعم نور نعم أستاذ أول شي اشتقيت المشتقة الأولى إذن هنا المشتقة الأولى شرح أصبح عندي F' استخدمت القاعدة مع القسمة يعني المقام في مشتقة البسط ماكو مشكلة إذن هنا المقام اللي هو X تربيع زائد 3 في مشتقة البسط رح يكون عندي صفر ناقص البسط اللي هو 6 في مشتقة المقام اللي هي 2X مشتقة المقام 2X على المقام تربيع اللي هو X تربيع زائد 3 تربيع زيان تطبيق القاعدة ثم التخلص من الأقواس ثم جمع الحدود المتشابهة القوس في صفر هذا صفر يعني رح يصف عندي فقط سالب 12X على X تربيع زائد 3 تربيع طبعا السؤال مو كل سهل السؤال لا يخلو من بعض الصعوبة واتعمدت أجيبه لكم بالامتحان ما اليوم على مود أغلبكم رح ما يتمكن من إيجاد المشتقة الثانية بشكل صحيح وحتى يشيك الخطأ ماته وين صار ويتغلب على الخطأ ماته لأن نفس هذا السؤال رح يمر علينا بالمستقبل القريب ويريد مني مجموعة كبيرة من الخطوات ووحدة من ذن الخطوات هي المشتقة الثانية زين إذن هنا المشتقة الأولى أنت هنا منها شنو كان محاولتك بالمشتقة الثانية نعم همين قلت المقام في مشتقة الباست يعني يعني هسة أيضا هنا رح أستخدم القاعدة السادسة لكن هنا الفرق بعضكم حاول بأن يصعد المقام إلى الباست أقولكم هذا الخيار رح يكون خيار صعب نسبيا لأن يفضل رفع المقام إلى الباست إذا كان ثابت على متغير يعني هذا الأكس لو كان ماكو كان يفضل بأن أسويها السالب 12 في شنو في أكستر بيع زائد 3 أو السالب 2 وبعدين أروح إلى المشتقة الثانية لو كان ماكو الأكس ولكن بالواقع الأكس هنا موجودة إذن رح أجي أستخدم القاعدة السادسة والمفاجئة اللي رح أوصل لها مو فقط القاعدة السادسة رح تكون تداخل بين القاعدة السادسة والقاعدة السابعة نعم إذن المقام المقام هو أكس تربيع زائد 3 لكل تربيع في سالب 12 إذن هنا المقام هذا في مشتقة الباست رح يكون عندي سالب 12 ناقص سالب 12 إكس اللي هو الباست في مشتقة المقام يعني رح يصير عندي زائد 12 إكس نعم في مشتقة المقام إذن الثنين رح تنزل ثنين في إكس تربيع زائد 3 القوس في مشتقة داخل القوس اللي هي 2 إكس مشتقة داخل القوس اللي هو 2 إكس على المقام تربيع إذن معناها رح يصير أكس تربيع زائد 3 أس 4 هنا الرسالة اللي أريد أوصلها لكم عند استخدام القاعدتين السادسة والسابعة معاً أو الخامسة والسابعة معاً إذن هنا خطوات الحل تقول من بعد تطبيق القاعدة رح أجري عملية الترتيب شنو عملية الترتيب هذه الإشارة اللي صارت هنا سواء كان موجبة أو سالبة رح تبقى على وضعها على يمين ويسار الإشارة مع القانون الحدود المبعثرة أضربهم واحد باللق واجعلهم على اليسار والحد المنفرد رح أجعله على اليسار إذن معناها هنا رح يكون عندي سالبة 12 إكس أو هنا سالبة 12 بيمة مضروبة في إكس تربيع زائد 3 تربيع وهنا ش رح يصير عندي 12 إكس فيه 124 إكس فيه 12 إكس رح يصير 48 إكس تربيع في شنو في إكس تربيع زائد 3 هذا الكل على إكس تربيع زائد 3 أو 4 إذن السهناء صار عندي تطبيق القاعدة ومن ثم سميناها الترتيب من بعد الترتيب أيضا تخلوها ببالكم رح أقول استخراج قوس كامل عامل مشترك ويكون بأصغر أس وكرر استخراج قوس كامل عامل مشترك ويكون بأصغر أس إذن هنا رح أجي أستخرج أكس تربيع زائد 3 عامل مشترك هسه أريد ويا سالب 12 ماكو مشكلة أريد ويا 12 هم ماكو مشكلة المهم القوس رح أجي أستخرج عامل مشترك اش رح يبقى عندي إذا ويا سالب 12 إذا ردت ويا القوس هنا سالب 12 إذن اش رح يبقى عندي بالأول رح يبقى فقط أكستر بيع زائد 3 واش رح يبقى بالثاني 48 على 12 بيها أربعة وموجب على سالب سالب إذن هنا رح يصير عندي ناقص أربعة أكستر بيع هذا الكل على شنو على أكستر بيع زائد 3 عس أربعة الخبر السعيد بأن رح أجي أختصر هذا القوس ويا الأربعة يعني معناها رح يصف عندي أقول ويساوي هذا خط الكسر سالب 12 من مكانها 3 ناقص 3 أكستر بيع على أكستر بيع زائد 3 تكعيب إذن هس هذه رح أساويها بالصفر إذن بعد هذه الأخبار ربما تكون غير سارة من خلال صعوبة الاشتقاق نوعا ما سيصل لدينا الخبر السار عند مساواة أي كسر بالصفر نكتفي بمساواة بسطه بالصفر فقط على اعتبار أنه طرفين يساوي وسطين المقام رح ينضرب بالصفر هو صفر والصفر هو على واحد البسط ينضرب بالواحد يبقى نفسه يعني معناها رح يصير عندي سالب اطنعش في ثلاثة ناقص ثلاثة اكس تربيع يساوي صفر أقسم على سالب اطنعش ثلاثة ناقص ثلاثة اكس تربيع يساوي صفر يعني معناها ثلاثة اكس تربيع تساوي ثلاثة إذن معناها رح يكون اكس تربيع تساوي واحد إذن الاكس تساوي موجب أو سالب واحد إذن استخرجنا قيم اكس وراها مثل ما متفقين نرسم مستقيم الأعداد الأفقي ونتبت عليه قيم اكس فقط اللي هو الواحد والسالب واحد خط الأعداد يتقسم إلى ثلاث أقسام قسم أكبر من الواحد قسم أصغر من السالب واحد قسم الفترة المفتوحة سالب واحد واحد وهنا رح أقول رح أقول إشارة F دبل برايم للأكس من أخذ أكبر من الواحد مثلا اثنين رح أعوض بالمشتقة الثانية إذن هذه المشتقة الثانية الصورة النهائية مالتها ثلاثة ناقص اطنع السالب سالب فيه سالب رح يكون موجب وهنا موجب إذن الجواب رح يكون موجب من أجي أختار الصفر رح يصير سالب على موجب هنا سالب من أجي أختار السالب اثنين أيضا رح يكون عندي موجب إذن معناها هذا رح يكون تقعر وهذا رح يكون تحدب وهذا رح يكون تقعر إذن رح يقول هنا رح يقول F R إذن هنا ما رح أقول S لأن هنا عندي فترة تكون مغلقة كان كيف أب ن أو أقول ON بكيفكم X حيث أن X أكبر من واحد و X حيث X أصغر من سالب واحد وبعد رح أقول F is can cave down in إذن هذه الفترة المفتوحة Interval Open Interval سالب واحد واحد إذن قيم XL حصلتها رح عوضها بالمعادلة الأصلية إذن صورة السالب واحد رح ساوي 6 على 1 زائر 3 4 يعني معناها 3 على 2 و صورة الواحد أيضا رح يصير عندي 6 على 4 اللي هو 3 على 2 إذن معناها رح يصير 1 3 على 2 والسالب 1 3 على 2 إذن هذا رح أقول عليه Inflection Points إذن هنا السؤال مو كل سهل السؤال مائل إلى الصعوبة أكيد هنا صار عدكم مشاكل في إيجاد المشتقة الأولى وحتى في إيجاد المشتقة الثانية ومساواتها بالصفر والتكملة إذن إذن هذا ما يخص السؤال الأول السؤال الثاني هنا Find the intervals of increase and decrease and the local maximum and minimum points if any of the function هنا هذا الحجي كله يتعلق بالمشتقة الأولى مناطق التزايد والتناقص نقاط النهاية العظمى والصغرى المحلية عموم النهايات النقاط الحرجة ناتجة من مساوات المشتقة الأولى بالصفر إذن شنو كانت محاولتكم بالنسبة للسؤال الثاني يمكن هنا السؤال الأول ضوّجكم إذن هنا السؤال الثاني أيضا لا يخلو من جمال لأن هنا قيم X المستخرجة من السؤال الثاني رح تكون ثلاث قيم وإحنا الأسئلة اللي أخذناها في الدروس الأخيرة كانت قيمتين فقط ومن رح يساعدني في إيجاد المشتقة الأولى ومن ثم مساواتها بالصفر نعم عبدالله أحمد نعم أربعة X تكعيب ناقص أربعة X إذن هنا رح يصير أربعة X تكعيب ناقص أربعة X زيان تساويها بالصفر أربعة X تكعيب ناقص أربعة X تساوي صفر نعم طلعت أربعة X عامل مشترك أربعة X عامل مشترك إش رح يبقى عندي X تربيع ناقص واحد ناقص واحد يساوي صفر أوكي إذن معناها رح يكون أي دار شنو أربعة 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 يعني X يساوي صفر إذا أربعة X تساوي صفر يعني معناها X تساوي صفر زيان or or X ثلاثة وصورة السالب واحد رح يساوي أيضا واحد ناقص اثنين زائد واحد ويساوي صفر إذن صار عندي هنا ثلاث نقاط إذن شو رح أقول هنا رح أقول صفر واحد واحد صفر سالب واحد صفر إذن هذه شو رح أقول عليها إذن هنا رح أقول critical points إذن إذن هنا صار عندي ثلاث نقاط حرجة وراها رح أجي أرسم خط الأعداد هذا خط الأعداد رح أثبت علي ال واحد وأثبت علي الصفر وأثبت علي السالب واحد هنا رح أقول أكس أكبر من الواحد هنا رح أقول أكس أصغر من السالب واحد هنا رح تكون الفترة المفتوحة صفر واحد وهنا رح تكون الفترة المفتوحة سالب واحد صفر وأختار عدد من كل قسم ورح أعوض بي المشتقة الأولى واختار من الناتج إشارته فقط إذن هنا شنو كان التعويض نعم مع هذا سالب السؤال ليش سوى على خط الأعداد ليش مع المشتقة الثانية هنا المشتقة الثانية ممكن يعني هنا حتى أعرف عظمى أو صغرى ممكن أستخدم المشتقة الثانية وممكن أستخدم خط الأعداد إذن أنا ما طول ما محدد لك الطريقة إذن هنا نختار الطريقة التي تعجبنا إذن سلابس رح نحل على خط الأعداد وورا رح نحل على المشتقة الثانية وبعدين نقارن النتائج لكن الموضوع اللي رح يجيني بالمستقبل القريب اللي هو رسم الدوال رسم الدوال لا يجيز استخدام المشتقة الثانية عند فحص النقطة الحرجة لأن خط الأعداد يفيدني بالرسم إذا نسى هنا ما طول آني ما محدد فيه هذا السؤال أكيد هنا رح يكون عندكم الخيارات مفتوحة رح استخدم مشتقة الثانية واستخدم خط الأعداد زين خلي هنا نستأنف الحل ما لاثنين من أجه عوض الأكبر من واحد اللي هو مثلا نعم استاذ أنت مو نكتب بالسؤال find the interval of increase and decrease يعني مو لازم نستخدم خط الأعداد نعم أوكي يعني هنا المناطق التزايد والتناقص تجبرني أن أستخدم خط الأعداد ولكن هنا السؤال معاذ يسأل يقول النهايات كعظمة وصغرى يصير استخدم المشتقة الثانية إذن ممكن المشتقة الثانية ولكن هنا ملاحظت لو كان السؤال فقط يقول لي جد نهايات العظمى والصغرى المحلية فآن هنا المشتقة الثانية سأكون مخير بها ولكن مداخلت جيدة جدا ما طول رائد مناطق التزايد والتناقص المشتقة الثانية لا تستطيع تحصل لمناطق التزايد والتناقص إذن خط الأعداد سيكون واجب في هذا الأمر إذن هنا الأكبر من واحد سأختار الثنيا الثنيا من أجه عوضة بالمشتقة الأولى هذا رح يصير عندي 32 وهنا رح يصير عندي 8 إذن الجواب رح يكون موجب الجديد والغريب في هذا السؤال بأن كل الأسئلة اللي أخذناها سابقا ما اضطريت بأن أختار كسر من خط الأعداد يعني من شان خط الأعداد بمثلا سالب واحد وثلاثة الأكبر من الثلاثة أختار أربعة أختار خمسة أختار عشرة بكيفي بين السالب واحد والثلاثة أختار صفر أختار واحد اثنين بكيفي لكن هذا السؤال بيف الصفة خاصة بين الصفر والواحد مضطر أختار كسر لازم أختار كسر لذلك إذا ردت هنا أختار النص ورح عوضة بالمشتقة الأولى رح يصير أربعة في واحد على ثمانية ناقص أربعة في نص يعني معناها رح يصير نص ناقص اثنين أكيد الإشارة للكبير رح يكون الجواب هنا سالب وبنفس الطريقة هنا رح يكون الجواب موجب ومن اختار أقل من سالب واحد سالب اثنين رح يصير سالب اثنين وثلاثين زائد ثمانية رح تكون هنا الإشارة السالبة إذن هذا رح يكون سهم إلى الأسفل هذا رح يكون سهم إلى الأعلى وهذا سهم إلى الأسفل وهذا سهم إلى الأعلى إذن قراءة خط الأعداد إذن اش رح أقول هنا مرة رح أقول f is increasing when إذن عندي احتماليا الاحتمال الأول x حيث x أكبر من واحد والاحتمال الثاني هو الفترة المفتوحة سالب واحد صفر وطبعا هنا رح أقول r المفروض وبعد f r decreasing رح تكون x حيث x أصغر من سالب واحد والفترة هي صفر واحد هس النقاط اللي حصلنا عليها النقطة صفر واحد إذن أبقى على الصفر هذا الصفر قبل أعلى وبعد أسفل إذن هنا شرح يصير عندي رح تكون هذه النقطة هي local maximum point point ون النقطة التي هي واحد صفر وسالب واحد صفر إذن هذه رح أقول عليها local minimum points حس هنا مداخلة معاد يقول الآن أريد أشتق المشتقة الثانية أوكي إذن هنا خلي الروح المشتقة الثانية لابس والمشتقة الثانية رح أصير عندي F دبل برايم للأكس هذه رح ستساوي 12 أكس تربيع ناقص أربعة من أريد أعوض الصفر F دبل برايم للصفر رح يطلع للجواب سالب أربعة أصغر من صفر إذن النقطة الأكس مالتها صفر هي maximum من أجي اختار الواحد F دبل برايم للواحد رح يصير 12 ناقص أربعة ثمانية و F دبل برايم للسالب واحد أيضا رح تكون ثمانية إذن هذا أكبر من صفر هذا أكبر من صفر إذن هذه رح تكون منيمم وهذه رح تكون منيمم ولكن الحل الأمامك هنا يكون نافع وتحصل عليه الدرجة الكاملة إذا بالسؤال قائل لك جد نقاط النهاية العظمى والصغرى فقط ولكن من أقول جد مناطق التزايد والتناقص أكيد هنا لا يمكن معرفتها إلا عن طريق خط الأعداد طبعا هنا أكو فتحيلة شرعية بأن أنا ما طول قلت ما طول قلت الصفر النقطة الأكس مالتها صفر هي عظمى إذن معناها بإمكانك تقول أكيد قبل الصفر رح تكون انكريزنج وبعد الصفر رح تكون ما طول على النقطة الأكس مالتها واحد والسالب واحد قل الصغر إذن أي شيء قبل الواحد رح يكون ديكريزنج وبعد الواحد رح يكون انكريزنج وهكذا ولكن ما أشجع على هذه الطريقة لأن ممكن يكون بها سهو في الحل فإذا ردت منكم تزايد تناقص حرج عظمى صغر تستخدمون خط الأعداد للمشتقل الأولى سؤال الامتحان كان مالبارحة لطلاب القروب الاعتيادي جبت لهم نفس هذا السؤال ولكن ردت منهم تقع ارتحد بانقلاب يعني هذه المشتقل الثانية يساووها بالصفر ورح تطلع قيمة الأكس تربيع واحد على ثلاثة يعني الأكس موجب أو سالب واحد على جذر ثلاثة وبعد يعوضوها بالمعادلة هنا قيمة الواي بعد ما يرسمون خط الأعداد ويعرفون هنا مناطق التقعر والتحدب اذا هذا ما يخص هنا أسئلة الامتحان وكان سؤاليا في قيلة نوعا ما ولكن ان شاء الله انتوا قدها وحتى الطالب اللي ما تمكن من حل الأسئلة بشكل كامل اكيد هنا استفاديته من الأخطاء ومن الأفكار اللي انطرحت والسؤاليا هي سؤاليا وزارية وهذا الحل اللي حلينا بالوزاري علي من عشرة درجتين فقط ليش لان بعد اكو ثمان درجات ما تبقى من خطوات رسم الدول اذا نكمل الرواية مالتنا واريد تكتبوا لي هذا السؤال ف والنقطة واحد ستة is a local minimum point of the curve of the function f of x equal ax square plus x minus b square find values of a b belong to r السؤال وزاري عام 1998 وكثير من الطلاب عام 1998 جابوا 98 بالامتحان الوزاري من وراء هذا السؤال اذا هناك درجتين تم خسارتها بسبب معلومة رغم هي واضحة المعلومة منهجية ولكنها لم تطرق في اسئلة الكتاب بشكل مباشر مطروقة بشكل شبه مباشر لذلك خلينا نتعرف على فكرة هذا السؤال واحد ستة نقطة حرجة سؤلفنا بالدرس الماضي قلنا النقطة الحرجة تحقق معادلة المنحني من جهة وتحقق مساواة المشتقة هنا local point إذن هنا رح يقول نقطة محلية فالأمور رح تختلف إذا قل نقطة محلية الأمور رح تختلف أو يقول critical point لكن ما 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 طول دي يقول local minimum point إذن 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 هذه النقطة هي نقطة نهاية الصغر محلية إذن critical point maximum point minimum point الفقط هنا دي يقول extremum فكل مساواة المشتقة الأولى بالصفر أستفيد منها مرتيا من رح أجي أقول الواحد ستة إذن هذه رح أستفيد منها مرتيا المرة الأولى رح أقول تحقق معادلة المنحني ف للواحد تساوي ستة والمرة الثانية تحقق مساواة المشتقة الأولى بالصفر إذن النقطة الحرجة النهاية العظمى الصغرى أستفيد منها مرتيا إذا كانت كاملة مرة تحقق معادلة المنحني ومرة تحقق مساواة المشتقة الأولى بالصفر يعني معناها الأكس مالتها رح أستفيد منها مرتيا مرة أعوضها بالأصلية ومرة أعوضها بالمشتقة الأولى من نعوضها بالأصلية أساويها بالصفر عفوا من نعوضها بالأصلية أساويها بالواي ومن نعوضها بالمشتقة الأولى أساويها بالصفر ورح ورح نسوي هذه العملية أمامكم رح أعيد كتابة الدالة إذن رح أقول الأفوف أكس تساوي أكس تربع زائد أكس ناقص بتربع رح أعوض يعني رح يكون عندي يؤدي إلى ستة تساوي أي زائد واحد ناقص بتربع بعض الطلاب هذه سميها معادلة رقم واحد أقول له ما عندي مشكلة سميها رقم واحد زيان من أروح للمشتقة الأولى شرح أصير عندي المشتقة الأولى أف برايم للأكس مشتقة الأي أكس تربع هو ثميان أي أكس قوس مرفوع القوة يعني قاعدة سابعة القوة تنزل بالقوس نفسه أطرح من الأس واحد في مشتقة داخل القوس هسه رح أجي أعوض رح يصير صفر تساوي اثنين أي لأن الأكس هو واحد زائد اثنين في واحد ناقص ب أقسم المعادلة على اثنين يعني معناها رح يصير صفر تساوي أي زائد واحد ناقص ب هسه أنا مخير بين ثلاث حلول مرة رح أقول واحد ناقص ب تساوي سالب أي ورح أعوض مكان الواحد ناقص ب سالب أي هذا الطريقة بالحال يمكن خمسة بالمئة من الطلاب يفكر بها الطريقة اللي يفكرون بها خمسة وتسعين بالمئة من الطلاب بأن هذا يسووا مربحة الدانية هذا الفوق يسووا مربحة الدانية يعني يقولون ستة تساوي أي زائد واحد ناقص اثنين ب زائد ب تربيع يحولون الواحد إلى الطرف الآخر رح أصير خمسة تساوي أي ناقص اثنين ب زائد ب تربيع هذه معادلة رقم واحد وإهنا أنا مخير بأن طريقيا لو أقول أي تساوي لو أقول ب تساوي ولكن الأي تساوي أسهل ليش لأن من أقول أي تساوي رح أعوضها مرة وحدة بس من أقول ب تساوي أعوضها مرتين إذن رح أقول أي تساوي ب ناقص واحد هذه معادلة رقم اثنين هس أريدك اثنين اتعوضها في واحد وراحطيكم مجال دقيقيا ونستأنف نقاش هذا السؤال يلا كمل للحل نعم أحمد عبدالستان نعم أستاذ أستاذ عوضت الليم الثانية بالأولى أحسر خمسة يساوي بي ناقص واحد ناقص اثنين بي زائد بي تربية إذن هذا ناقص اثنين بي زائد بي تربية نعم السؤال السالب واحد حاولت يعني على الجهة الثانية أو العفو الخمسة على هذه الجهة أوكي راح سيصير بي تربية نعم ناقص بي نعم ناقص ستة يساوي صفر ناقص ستة يساوي صفر خوش حاشين هس راح أحلل بالتجربة شو راح يصير عند هذا يصير القوس الأول بي ناقص ثلاثة والقوس الثاني بي زائد اثنين يساوي صفر راح يكون بي زائد اثنين هذا يساوي صفر إذن معناها راح يكون ايضا 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 بي يساوي الثاني ايضا ايضا بي يساوي صفر البي تساوي صفر ايضا كل رحدة ريد استخرج الأيمالة راح عوض بالمعادلة رقم اثنين إذن هذا يعوض بثنين وهذا أيضا يعوض بثنين إذا البي تساوي ثلاثة الآي اثنين الآي تساوي اثنين وإذا البي سالب اثنين الآي سالب ثلاثة الآي تساوي سالب ثلاثة اخوش حاجي الهنان خلاص السؤال سهو طالب قيم عيوبي هو خلاص السؤال يعني برأيك اي نعم سهو زيان إذن هنا في وقت سبل 98 هو طلاب اخذوا 98 من النصيحة اللي اريد انصح لكم وهي مهمة جدا جدا من يقول لك جد قيم ايوبي وطلعت لك البي بس قيمة وحدة ومقابيل هالأي بس قيمة وحدة خلاص اصدك لكن من تطلع لك قيمتين للبي وقيمتين للأي لا يخل يكون قلق يعني ما يكون مرتاح لهذه النتائج فمن يقول ذول اثنيناتهم هي للصغرى اذا بهيش نوع من الاسئلة اذا طلعت لقيمتين او اكثر لكل من الأي والبي اذا لازم اختبر النتائج اما على خط الاعداد للمشتقة الاولى او على المشتقة الثانية اذا اجني ما السؤال هنا بان اشتق المشتقة الثانية ف دبل فرايم للأكس تساوي بس المشتقة الاولى هي هذه المشتقة الاولى مشتقة الاثني اكس رح اثني اي اكس هو اثني اي ومشتقة الثابت في دل هو الثابت في مشتقة القوس يعني معناها رح يصير عندي اثني اي زائد اثني اذا اذا كانت الاي تساوي اثني فراح يكون ناتج المشتقة الثانية يساوي اربعة زائد اثني ويساوي ستة اكبر من صفر واذا كانت الاي تساوي سالب ثلاثة فراح يكون ناتج المشتقة الثانية تساوي سالب ستة زائد اثنين وتساوي سالب اربعة اصغر من صفر ما طول هو بالسؤال يقول لي من من بوينت ما طول يقول لي صغرى محلية اذا معناها هذا القيمة اللي رح مشيها وهذا القيمة رح تهمل لذلك النتائج التي اظهرت قيم سالبة اذا ذول اثنيناتهم رح اقول عليهم تهمل اذا هنا رح نحاول انقطرها بمستطيل واحيانا المستطيل يزعل علينا وما ما يقبل اذا هنا ما يقبل اذا معناها رح خلي نقطر بقطع ناقص اذا هنا رح يكون بهذه الصورة بان القيمة اللي ظهرت الاي تساوي سالب اثنين والبي تساوي سالب ثلاثة اذا هاد ايش رح اقول عليها اذا هنا رح اقول نقل السؤال شون ممكن يتغير بالامتحان الوزاري ومكان ما يقول لي من رح يقول لي ماكزيمام فاذا قال لي ماكزيمام اذا معناها هذه النتيجة رح احملها وهذه النتيجة رح اقبلها ممكن يغير لي السؤال بالامتحان الوزاري لو قايل لي واحد ستة is critical point حس لو قايل لي نقطة حرجة حتى ما كو داعي اسوي الاختبار اذا اكيد اثنيناتهم رح اقبلهم اذا ما طول قال لي من امام او يقول لي مكزيمام وطلعت لي اكثر من قيمة للبي او اكثر من قيمة للأي اذا لازم اجي اختبرهم اثنيناتهم حتى اشوف ياه المن امام وياه المكزيمام اذا هذه الفكرة مهمة جدا 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 وربما تعاد بالوزاري في مناسبة لاحقة السؤال من اجاب الوزاري في سنة اخرى الفكرة هي ذاتها يقول الواحد السال باثنين هالمرة قال لي critical point ولكن اضاف لعبارة قال لي هنا find the value of a b belong to positive real numbers يعني معناها وصلتني رسالة مستعجلة تقول لي حل انت حل اعتيادي اذا طلعت لقيم سالبة رأسا تقول عليها تهمل واذا قيم موجبة اكيد هنا راح تقبل ولكن انت راح تقبل القيم الموجبة ما راح تكتفي بهذا القدر يقول لك ثم بين اذا يقول لي determine the type of critical point اذا هنا يقول يحدد نوع النقطة الحرجة ايضا في كل الاحوال انا ملزم ان اروح الى المشتقة الثانية وحتى اشوف عظماء او صغراء اذا اريد تستفيد من الفكرة اللي اخذناها قبل شوية في حل هذا السؤال ورح اضطيكم مجال ثلاث دقائق ونص نعم جمانة اسمام حاولتج استاذ ال اف اوف الواحد راح يساوي الناقص اثنيا اكيد اذا هنا صورة الواحد راح يساوي سالب اثنيا وبعد سالب اثنيا راح يساوي واحد ناقص ال اي ناقص ال واحد زاد ب كلها طرد يعني اسة هنا الخطة مالتنا انا يحتاج اف للا واحد يساوي سالب اثنيا يساوي صفر اي اذا هذا اللي احتاج س راح أجي أنفذ هذا الكلام إذن بالبداية صار عندي سالب 2 تساوي الأي ناقص الواحد زائد بي كلها تربيع ناقص واحد زائد بي تربيع يعجبك مربحة دانية الأي اللي هو راح يصار ناقص 2 يساوي أي ناقص واحد زائد 2 بي زائد البي بور 2 أكتب قوس لو ماكو قدعين أنا كتبت قوس لازم أكتب قوس إذن هنا راح يصير واحد زائد 2 بي زائد بي تربيع خوش حاجة هسا نوزع السالب نعم ونشيل القوس يعني فراح يصار سالب 2 يساوي أي ناقص واحد ناقص 2 بي ناقص البي بور 2 صفر المعادلة تصير اي ناقص 2 بي ناقص بي بور 2 يساوي سالب واحد وهذا تصير المعادلة الأولى زائد إذن معناها راح يكون هنا سالب واحد هذا راح يصير عندي اي ناقص 2 بي إذن هنا راح يصير هنا ناقص بي هنا سكوات زائد إسا هذه معادلة رقم واحد أروح للمشتقى شو راح أصير للمشتقى محمد فراس شكرا إليك محمد فراس نعم استاذ استاذ لما نشتقى تصير 2AX ناقص 2X زائد بي ندخش ازان الخطة ما تتقول لي F' للواحد يساوي صفر يعني شنو معناها يعني استاذ نسويها بالصفر ونعوض بدل X1 فيصير 2A نعم ناقص 1 زائد بي يساوي صفر إذن 2 في 1 زائد بي صحي استاذ ازان اقسم على 2 استاذ صفر يساوي A ناقص بين قوسين 1 زائد بي ازان خلي السالب يدخل على القوس أو أقول مباشرة الاي تساوي A تساوي بي زائد اي زائد واحد إذن بي زائد واحد أو واحد زائد بي هذه معادلة رقم اثنين إذن رح عوضها في واحد شلح يصير عندي نعم استاذ يصير استاذ استاذ يصير واحد زائد أو سالب واحد يصير واحد زائد بي ناقص 2 بي ناقص بي تربيع خاش حشي أريد أصفر المعادلة ويكون البي تربيع موجب يعني خلي كلها حول للطرف الآخر نعم استاذ رح يصير بي تربيع بعد بي تربيع زائد بي ناقص 2 يساوي صفر ناقص 2 يساوي صفر أكيد هنا رح أجي أحل بالتجربة يعني استاذ قوسيا بي زائد 2 وبي ناقص 1 يساوي صفر بي ناقص 1 يساوي صفر إذن معناها رح تكون عندي قيمتين البي إذن هنا ايضر البي رح يكون سالب هذا شكل عالي إذن هذا رح يكون هنا موجب لو رأي منك هنا جد قيم مثلا اي بي تنتمي إلى ار سالب لا اخذت هذا زين او ار بي ساو واحد زين رح عوضها بالمعادلة رقم 2 ال اي تساوي 2 ال اي تساوي 2 هنا جزء الأول من السؤال انتهى سيقول ثم بي ثم وضح ثم حدد نوع النقطة الحارجة إذن شا سوي السؤال ساد نشتق المشتق الثاني ال اكس نعم 2 اي ناقص 2 اي ناقص 2 من رح عوض ال اي تساوي 2 يعني معناها رح يصير ف دابل برايم لل اكس تساوي ساد اربع ناقص 2 ويساوي 2 ويساوي 2 إذن ما طول هذه اكبر من صفر إذن معناها النقطة 1 ساد اذن بتأكيد هذه local minimum point عشي لك إذن السؤال ما موجود بالكتاب ولكن جايب الامتحان الوزاري وفكرته أيضا مهمة جدا السؤال الثالث اللي ملحق خلي ياخذ صورة للسؤال السؤال الثالث رح يشمل الفكر TN في آن 1 السؤال الثالث طبعا هذا رح يكون واجب هذا بس أخذوه لصورة هذا أريد واجب والجواب رح يطلع البي تساوي سالب 1 والأي تساوي 2 واجب النقطة رح تطلع واجب 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 بنفس الترتيب تماما وأسهل من السؤال اللي حليناها أكيد هنا رح يكون F للواحد يساوي أربعة وF برايم للواحد يساوي صفر وهذا السؤال أيضا وزاري السؤال الآخر هذا هنا بمرحل المرحلة الأولى داي يقول لي هذا هو local maximum point وداي يريد مني قيم C والB ينتمي إلى R وبعدين داي يقول لي إذن هل توجد نقطة انقلاب لهذه الدالة إذن معناها السؤال بجزئين الجزء الأول رح أجي أستخرج النقطة الحرجة بعدين أشوف هل هي أو هنا رح أجي أستخرج النقطة الحرجة اللي هي عظمى بالأصل داي يقول لي وأستفيد منها مرتين والخطوة الثانية هو إيجاد نقاط الانقلاب وعبد الله ريد عبد الله نايف شنو محاولتك بعد الباقين مؤمل السالب مالته أناها هذه رح توصلني إلى شنو إذن رح توصلني إلى 2 تساوي B ناقص C هذه معادلة رقم 1 زين بعد مشتقة اللي هي صفر تساوي نعم 3 ناقص 2 B زائد C 3 ناقص 2 B زائد C دردين يسميها رقم 2 لو يعجب تستخرجين معادلة مساعدة استخدم معادلة مساعدة من الأولى من الأولى أوكي إذن هذه رح أسميها رقم 2 المعادلة المساعدة من الأولى تقولين C تساوي C تساوي B 2 إذن معناها C تساوي رح يكون B 2 لو قطيها رقم 1 لو قطيها رقم 3 المهم عوضها برقم 2 إذن معناها شرح يصير عندي 0 تساوي 3 2 B زائد B 2 0 تساوي 3 2 2 2 زين يعني معناها رح يصير عندي جواب B تساوي جد B تساوي 1 ورح عوضها بالمعادلة رقم 3 أسهل هم رح يصير عندي C تساوي سالب 1 زين إذن المطلب الأول من السؤال انتهى دايقول لي جد قيم B و C خلاص هذه قيم B و C المطلب الثاني دايقول لي وهل الدالة نقطة انقلاب إذن معناها رح عيد كتابة الدالة الدالة دعاد كتابتها إذن هنا رح أقول F X تساوي X تكعيب ومكان B 1 يعني معناها زائد X تربيع ومكان C سالب 1 يعني معناها ناقص X زائد 1 اعتبر سؤال جديد يعني هذا كل اعتبر ما ك بعد اعتبر سؤال جديد كأنه دايقول جد نقطة الانقلاب إن وجدت نعم عبدالله نايف شكرا زهراء أكمل حال أستاذ شكرا شكرا خلي نشوف عبدالله نعم أستاذ نجد أقل أستاذ إحنا وجدنا أصلا إذن هنا دخلي أعيدها لأن إحنا وجدناها بدلالة مجاهيد إذن خلي تكون هنا جاهزة إذن شن المشتقة الأولى ثلاث اكس تربيع زائد اثنين اكس ناقص واحد إذن هذا ثلاث اكس تربيع زائد اثنين اكس ناقص واحد رأس نروح للمشتقة الثانية يساوي 6 اكس زائد اثنين 6 اكس زائد اثنين تساوي صفر يعني أول الاثنين للجهة الثانية ستة اكس يساوي سالب اثنين اكس واحد على ثلاثة إذن معناها الاكس تساوي سالب واحد على ثلاثة على خط العدد ارسم خط العدد اش رح اثبت على خط العدد سالب واحد على ثلاثة اذا رح اجي اثبت السالب واحد على ثلاثة اذا هذا سالب واحد على ثلاثة هنا اكس اكبر من سالب واحد على ثلاثة هنا اكس اصغر من سالب واحد على ثلاثة هنا اش رح يصير عندي أكبر من سالب واحد على ثلاثة استاذ خذت واحد عوضة بالمستقى الثانية الجواب إشارة موجب الجواب رح يكون هنا موجب أكيد هنا رح يكون كان كيف أب أقل من السالب ثلاث سالب واحد من العوضة بالمستقى الثانية رح يكون الجواب رح يكون سالب أكيد هنا كان كيف داون طبعا هنا في هذا السؤال ماكو حاجة لأن أقرأ خط الأعداد ماكو داعي أقولي هنا can cave up in can cave down in لأن ماذا يقولي find the intervals can cave up can cave down إذن مباشرة السالب 1 على 3 رح أجي أعوضها بالمعادلة الأصلية أستخرج الواي مالتها ورح أقول عليها نقطة انقلاب إذن صورة السالب ثلاث شنو إستاذ السالب 1 على 27 إذن هذا سالب 1 على 27 بعد 1 زائد 1 على 9 بعد زائد 1 على 3 زائد 1 رح أجي أحد مقامات رح يطلع الجواب 38 على 27 إذن معناها النقطة سالب 1 على 3 38 على 27 هل هي انقلاب؟ إستاذ أكيد السهنة هذه رح أقول عليها an inflection point إذن شكراً إلك السؤال أيضاً هنا السؤال يعتبر سؤال مركب وهو سؤال أيضاً وزاري ليش مركب؟ يعني هم إيجاد قيم ثوابت وهم دي يقول لي هنا أجد نقطة الانقلاب اللي إحنا كان أحد الأسئلة مالامتحان لهذا اليوم هو إيجاد نقطة الانقلاب هسه هنا إذا أكو أي مداخلة على هذا السؤال تفضلوا سؤلوا قبل ما أنتقل إلى فقرة أخرى إذا أكو أي سؤال نعم قال أستاذ كنا نجد أكثر من قيمة لأي أو بي أستاذ كنا نأخذ واحدة بس أستاذ السبب السبب لهذا الشي أستاذ يعني يعتبر أنه هو ثوابت؟ هنا هو احتياده هو ذن ثوابت إحنا موضوعنا هسه هو إيجاد قيم ثوابت يعني هو المتغير الأكس والواي هو المتغير إذن هذا أي بي سي يعتبر ثوابت فهنا إذا طلعت أكثر من قيمة من تجي تبدله فالعظمى صغرى الصغرى صير عظمى انقلاب ربما صير ليست انقلاب فهنا لازم تكون عملية الاختبار بس هنا قبل من نشتقل نعم بابا أستاذ بس أول خطوطين اللي هي أفف سالب واحد سوي ثانو أفف سالب واحد سوي صفر إذا ما كتبناها بالوزارة هذي مواجبة هسه هذي مستحبة وهسه أتشاد السئلون إذا قرأنا خط الاعداد أيضا مستحب هذا هسه ما راح يكثر يعني لي زيدني درجات ولا ينقصني درجات لكن هنا اللي يهمني هو هذا الحل ولكن أقول لك التخطيط مهم جدا أن أخطط للسؤال على موض أتبع وهي التخطيط ماتي وميضي علي شيء ورح أشوف بالأمثلة الجاية بالمحاضرات الجاية التخطيط شقد إلى أهمية كل الشبيرة هنا يقول لي يجي قيم الأي والبي وبعدين أريد تبين لي نوع هذه النقطة الحرجة سؤال 2011 2020 وأيضا نتكرر 2022 الخطة مع السؤال F للثنين تساوي 6 وF للثنين تساوي 0 من عوض يل 6 تساوي بعض الطلاب من دا يوصل إلى هنا دا يحير بهذه الأربعة لو دا يرتكب فتخطأ جسيم جدا وبالتالي يوزع لي الأربعة القوس وهذا خطأ لأن الأسس تتوزع على الضرب والقسمة ولا تتوزع على الجمع والطرح لو دا يسوي لها تربيع لكل تربيع مربح الدانية بعدين يربع كل حاجة ماكو هذا الأمر خلي أبقي رقم واحد من اشتقيت المشتقة الأولى وساويتها بالصفر وعوضت بمكان الـ X 2 وصلت الأخبار السعيدة رح أقسم على سالب أربعة هذا السالب أربعة رح وبعدين رح أخذ الجذر التكعيبي للطرفين إذن أنا مختصر خطوتي إذن صارت 2 ناقص B تساوي 0 B تساوي 2 بس عوضت هنا طلعت للأي تساوي 6 الجزء الأول من السؤال انتهى زين ثم بيّن نوع النقطة الحرجة من اشتقيت المشتقة وصلت إلى المشتقة الثانية سالب ثلاثة في أربعة سالب 12 X ناقص B تربيع والB هو 2 وعوضت الأكس من النقطة الحرجة طلعت جواب صفر وإحنا اتفقنا إذا كان ناتج تعويض X النقطة الحرجة بالمشتقة الثانية صفر إذن رح أقول الطريقة فاشلة في تحديد نوع النقطة إذن عندها يجب اللجوء إلى خط الأعداد للمشتقة is local maximum point طبعا هنا أكو A زايدة إذن هذا السؤال رح يبقى واجب عليكم ننتقل إلى ملاحظة 2 إذا هذا الحج اللي حجينا كل يخص الملاحظة رقم واحد ومثل ما تشوفون إحنا المفروض نوصل إلى الملاحظة رقم 12 حتى ننهي موضوع الثوابت الملاحظة رقم 2 تقول نقطة الانقلاب تحقق معادلة المنحني من جهة وتحقق مساواة المشتقة الثانية بالصفر من جهة أخرى إذن النقطة الحرجة كانت تحقق معادلة المنحني من جهة وتحقق مساواة المشتقة الأولى بالصفر من جهة أخرى لأن ما هو منشأ النقطة الحرجة؟ النقطة الحرجة اشتقيت المشتقة الأولى ساويتها بالصفر يلا طلعت قيمة X والX عوضتها بالأصلية يلا استخرجت قيمة Y في حين الانقلاب منجت T لنفلكشن بوينت منجت T ما هو منشأ نقطة الانقلاب؟ اشتقيت المشتقة الثانية ساويتها بالصفر استخرجت قيم X قيمة X عوضتها بالأصلية استخرجت ال-Y لذلك الخطة ما النقطة الانقلاب هي التالية رح أقول صورة السالب 2 تساوي 4 ورح أقول F' للسالب 2 تساوي 0 في حين لو كانت حرجة لا كان قلت F للسالب 2 4 أو F' للسالب 2 0 كيفية التنفيذ لهذه الخطة أحتاج أصلية وأحتاج مشتقة أولى إذن الأصلية رح أعيد كتابتها F of X تساوي أي X تكعيب زائد BX تربيع من أريد عوض رح يصير عندي 4 تساوي سالب 2 تكعيب سالب 8 يعني معناها سالب 8 أي سالب 2 تربيع 4 إذن معناها زائد 4B إذا عجبني أقسم المعادلة كلها على 4 يعني معناها رح يصير 1 تساوي سالب 2A زائد B هذه معادلة رقم 1 زائد بعشة أحتاج مشتقة ثانية المشتقة الثانية F' أو بالبداية رح أوصل أحصل F' للX ومن خلالها رح أنطلق إلى المشتقة الثانية المشتقة الأولى هي 3A X تربيع زائد 2BX المشتقة الثانية F' للX رح أصير 6AX زائد 2B زائد الجزء الثاني من الخطة يقول هذه المشتقة الثانية ساويها بالصفر وعوضه مكان للX سالب 2 أيضا يعني معناها رح يصير 0 تساوي سالب 12A زائد 2B يعني معناها قيمة الB تساوي 6A هذه معادلة رقم 2 أكيد رح أعوضها في 1 يعني معناها رح يكون الجواب 1 يساوي سالب 2A زائد 6A يعني معناها يعني معناها 1 تساوي 4A إذن معناها قيمة A تساوي ربع ومن أعوضها بالمعادلة رقم 2 إذن معناها الB تساوي 6 في ربع ويساوي 3 على 2 أعتقد الأمر هو أسهل من المشتقة الأولى لأن منها أشتق المشتقة الثانية الأرقام دا تصغر القوة دا تصغر أيضا وأعتقد السؤال سهل نسبيا إذا أكو أي مداخلة على هذا السؤال رح أطيك مجال فالدقيقتين تكتب السؤال وتحاول تحل بنفسك وبعدين رح أطيك سؤال أنت تحله زين خلي نشوف السؤال اللي جاي بالوزاري بنفس الفكرة و نفس المنحني الطنية ولكن هذه النقطة بدلها النقطة مكان ما سالب اثنين اربعة سواها واحد اثنين إذا نسى هذا السؤال رح يكون واجب عليكم والسؤال هو هذا بالملزمة إذا المعناها نفس المنحني ولكن هنا نقطة الانقلاب سواها واحد اثنين واعتبروه واجب والأي رح تطلع سالب واحد والبي رح تكون ثلاثة رح تلقو بالملزمة صفحة مية وستة وثلاثين فسا اريد حسب ما افتهمت ومن عندي تحاول تحلي هذا السؤال بدون ان تباوع الملزمة اذا هنا السؤال اذا هنا نعطيني معادلة منحني تمتلك نقطة انقلاب واحد ثمانية ودا يريد من عندي هنا قيم ال اي والبي تنتمي الى ار اذا هنا ما رح اطيكم وقت للحل اريد نحل سوى ومحمد فراس اذا شاركني بالحل نعم استاذ اول شي نكتب الخطة مالتنا استاذ الخطة شو تقول الخطة استاذ f للواحد نعم يساوي اه لا f للواحد يساوي صفر يساوي صفر خوش وبعد استاذ f الواحد يساوي ثمانية f للواحد يساوي ثمانية اذا هنا هذه الخطة مالتنا اذا احتاج اصلية واحتاج مشتقة اولى او مشتقة ثانية عفوا زين رحى عيد كتابة الاصلية اذا معناها الاف وف اكس تساوي اكس تكعيب ناقص اي اكس تربيع زائد بي اكس زائد ثلاثة تفضل عوض استاذ الشر الثمانية نعم يساوي واحد اه ناقص ا نعم زائد بي زائد ثلاثة زائد ثلاثة واحد زائد ثلاثة هذا اربعة يعبر للطرف الاخر يعني معناها رح يصير عندي اربعة تساوي ناقص اي زائد بي اذا هذه معادلة رقم واحد ازين اروح لي للمشتق الثانية شلون سأوي شنو اشتق المشتق المشتق الاولى شنو ثلاثة اكس تربيع نعم ناقص اثنين اي اكس زائد بي زائد بي ازين مباشرة انتقل للمشتق الثانية سأر ستة اكس ناقص اثنين اي ناقص اثنين اي ازين سأر رح اجي اعوض ومكان المشتق الثانية رح اكتب صفر يساوي ومكان الاكس سأر واحد سأر ستة ناقص اثنين اي ستة ناقص اثنين اي اذا اكيد سالة اثنين اي تساوي ستة يعني معناها اي سأعوضها بالمعادلة رقم واحد اذا اربعة تساوي سالة ثلاثة زائد ب يعني معناها قيمة البي تساوي سبعة والسؤال اعتقد بسيط جدا جدا السؤال ما موجود بالكتاب من اجاب الوزاري يعتبر مساعدة للطلاب لان بمجرد ان اتخطط للسؤال فالامور مكدور عليها ان شاء الله اذا اكو اي مداخلة اذا اذا ماكو مداخلة الملاحظة الاخيرة حتى نختم محاضرتنا اليوم اللي هي ملاحظة رقم ثلاثة اللي تتحدث عن نقاط التماس اذا الملاحظة رقم واحد اتقل لي النقطة الحرجة تحقق معادلة المنحني من جهة وتحقق مساواة المشتق الاولى بالصفر من جهة اخرى نقطة الانقلاب تحقق معادلة المنحني من جهة وتحقق مساواة المشتق الثانية بالصفر من جهة اخرى في حين نقطة التماس تحقق معادلة المنحني من جهة وتحقق مساواة المشتق الاولى بميل المماس من جهة اخرى احنا تعرفنا على سؤال قبل فترة من جهة نعطيك معادلة منحني بحيث من استخرج نقطة التماس مثلا واحد ثلاثة على سبيل المثال من تريد تستخرج الميل هذا الاسلوب قلنا ف برايم للواحد طلع عندي هذا الاسلوب لذلك هنا المشتق الاولى قيمتها ميل والواحد من عوض بالاصل يطلع عندي الواي اذا السؤال اللي موجود امامكم حتى نختم بي المحاضرة اليوم بانه هنا يقول if you know that the function has f of x equal a x square plus b x plus one points of tangency of واحد خمسة واحد ايار عيد العمال عطلة اذا هنا ممكن يقول هنا points of tangency او يقول contact point يعني اما يسميها نقطة التماس او يسميها نقطة اتصال يعني نفس المعنى لها on the slope of the tangent then is equal to find the values of a belong to r اذا اول خطوة راح اسويها هو اعداد الخطة للسؤال راح اقول لانها تماث معناها صورة الواحد تساوي خمسة و f برايم للواحد يساوي الميل والميل عندي هنا يساوي 2 اذا اليوم راح اكون كلش مساهل وياك الميل الآن يطير يا جاهز لكن الدرس الجاي راح زائد ب اكس زائد واحد واحتاج مشتقة اولا f برايم لل اكس تساوي اثنين اي اكس زائد ب يلا منو يساعدني بالتعويض ويترجم لي بنود الخطة نعم عبدالله احمد ابدالله اذا تسمعني زيان ضحا نعم نعم استاذ استاذ اعوض بدل f اكس اعوض خمسة اعوض خمسة نعم اذا خمسة تساوي بدل ال x اعوض واحد فاصل اي زائد ب زائد واحد زائد ب زائد واحد الواحد من احوله الى الطرف الاخر يعني راح يصير اربعة تساوي اي هذه معادلة رقم واحد خش زيان مكان ال f برايم لل x اعوض ال m اللي هي اثنين اذا اهنا راح اقول اثنين تساوي شنو اثنين a زائد ب لان عوض ال x واحد زيان يعني معناها اريد اسميها رقم اثنين اريد ابسط نطلق قيمة ب يعني نخليه دلالة ال b تساوي شنو اثنين ناقص اثنين ناقص اثنين اي اذا اذا هذي معادلة رقم اثنين اذا هذي راح عوض في واحد اش راح يصر عندي اصر اربعة اربعة تساوي اي زائد اثنين زائد اثنين ناقص اثنين اي ناقص اثنين اي خش حش يعني معناها راح يكون الجواب اه ال a تساوي تطلع سالب اثنين ال a تساوي سالب اثنين اذا هنا مباشرة راح يكون ال a تساوي سالب اثنين و راح عوضها بالمعادلة رقم اثنين يعني معناها ال b تساوي اثنين زائد اربعة ويساوي ستة اذا هذا ما يخص نقطة التماس الدرس القادم راح نجي ناخذ اذا علم من النقطة الحرجة بس اكس اذا علم من نقطة الانقلاب بس اكس اذا الميل ما يكون معلوم اشتون استخرجه و معلومات اخرى ان شاء الله راح نتعلمها في العام القادم ان شاء الله يوم الثنين اثنين واحد في العام المقبل و اذا عدكم اي مداخلة قبل ما ننهي المحاضرة نعم شمس شنو سؤال الامتحان شعند شبيه استاذ السؤال الاول نعم من قلنا البص على المقام يساوي صفر نعم قلنا المقام نعتبر يساوي صفر يروح والبص يساوي للواحد يعني هو صفر على واحد بالضبط يعني هنا من اجي يقول اكس صفر هذا الصفر معناه صفر على واحد رح يصير اكس ناقص واحد في واحد يساوي اكس زال ثلاث في صفر نعم ممكن هو يكون صفر صفر على خمسة ممكن صفر على اربع ليش هو اصلا واحد ما اكو مشكلة يعني مكان الواحد شير كتبي كتبي سبعة يعني شو رح يصير عندي سبعة في اكس ناقص واحد يساوي صفر هم رح يقسم على سبعة فهم رح يكون عندي اكس ناقص واحد يساوي صفر لذلك هنا رح اخذ يساوي واحد حتى ابتعد عن التأويلات الاخرى فقاعدة عام ما خليها ببالج عند مساواة اي كسر اعتيادي بالصفر فنكتفي بمساواة بصته بالصفر تقروا للمادة بشكل كامل وان شاء الله الدرس القادم نكمل ان شاء الله العام المقبل رح يكون عام الافراح والمسارات عليكم خصوصا رح يشهد امتحانكم الوزاري وظهور النتائج مالتكم وان شاء الله عام 2023 هو عام النجاح والتألق والقبول الجيد شكرا لكم تصبحون على خير